مرحبا بكم في ترند إصادف 31 مايو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الترخين وزارة الصحة بمملكة البحرين شاركة دول العالم لاحتفال بهذا اليوم تحت شعار التبقي يهدد بيئتنا بهدف تسليط الضوء على زيادة وعي الناس بأثر التبق على البيئة ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية منشورات لمجموعة نصايح وقامت بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الهادفة عشان توعي الناس بمخاطر الترخين على صحة الرئة ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه وتأمن حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع عالم نجيب محفوظ عنوان فيلم وثائق يتصدر قائمة لترند عبر المنصات يحكي قصة حياة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ ويسلط الضوء على ذكرياته في حي الجمالية اللي ولد فيه وسر ارتباطه بهذا المكان خلونا نتابع الجزء من الفيلم أن هذا الحي هو الحي اللي ولدت فيه اكتشفت الحياة فيه لعبت فيه قضيت فترة تعتبر عزيزة على كل إنسان هي فترة الطفولة فيه ولما تركنا هذا الحي إلى حية آخر الحقيقة شدتني إليه أسباب إلى جانب اللي اذكرتها لك عبيره التاريخي فكنت أجيب كسائح وأشوفه وأكتشفه من جديد المهم في هذه المنطقة في حالة طبية نادرة جدا ولدت طفل أسترالية تعاني من متلازمة تخليها تبين كأنها مبتسمة بشكل دائم هذه الحالة تصير بسبب عدم اكتمال تلاحم زوايا الفم بشكل صحيح أثناء وجود الطفل في الرحم وحاليا يسعى أهلها لإجراع عملية جراحية تصحح ابتسامتها بعد الاستماع إلى نصائح الأطباء طباخ فرنسي متخصص في صناعة الحلويات أبهر الناس بفنه وإبداعه وصنع زرافة من الشوكولاتة تجاوز ارتفاعها مترين الطباخ قام بنشر مراحل صناعة المجسم الضخم للزرافة على حسابه عبر الإنستجرام وحصد أكثر من 80 مليون مشاهدة في وقت قصير جدا دعونا نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجحت سيدة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام في تسجيل رقم قياسي عالمي في القفز بالمضلات حيث قامت بالقفز على بعد 240 كيلو متر بعد تحقيقها هذا الإنجاز رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لها على نطاق واسع والكل أشارب عزيماتها ونجاحة خلونا نتابع يشغل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة مشاهدين بها الخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم قبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة وباقة من البرامج التي تقدمها قنوات وداعة البحرين عبر تطبيق بي اشتفي ان ريديو نلقاكم باجر مع السلامة اشتركوا في القناة